اشتركوا في القناة وهو الآخر علامات التعب وقلة النوم اقترب الطبيب من المريضة وسألها عما يؤلمها فأجابته بصوت متعب أعتقد أن السكر والضغط مرتفعان ابتسم لها الطبيب في هدوء وبدأ الكشف عليها بهذه الأثناء رن هاتف الشاب فخرج من غرفة الكشف معتدرا بأدب حتى يجيب على الهاتف وبعد دقائق معدودة عاد إلى الغرفة وعيونه تمتلئ بالدموع دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم سأل الطبيب باهتمام عن حالة المريضة فأخبره الطبيب أنها بحاجة ضرورية إلى الأنسلين وهو غير متوفر في المستشفى فقال الشاب سوف أحضره حالا من الصيدرية فقالت له السيدة ولكن البرد قارس بالخارج يا بني لا أريدك أن تتعذب يكفي ما قمت به من أجلي حتى الآن أجابه الشاب بلا تفكير المهم سلامتك وعندما انصرف الشاب قال لها الطبيب إن من واجبه رعايتك فأنت أمه أجابته السيدة أنا لست أمة لقد كنت آتية إلى هنا في هذا الجو البارد سيرا على قدمي حتى أوفر ثمن المواصلات فتوقف هذا الشاب جانبي بسيارته وعرض علي أن يقوم بتوصيري إلى المكان الذي أريده وهو يذهب ليحضر الدواء ويدفع ثمنه من جيبه الخاص وبعد مرور دقائق معدودة عاد الشاب ومعه الأنسلين ومن جديد رن هاتفه فخرج ليجيب ثم عاد هذه المرة وعلى وجهه ابتسامة عريضة وهو يردد الحمد لله الحمد لله أشكرك يا رب اقترب الطبيب منه وسأله ما الموضوع لقد خرجت في المرة الأولى لترد على الهاتف ثم عدت حزينا كأيبة ولكنك في هذه المرة أراك مسرورا قال الشاب أنا أعمل في هذه المدينة بينما زوجتي تعيش في بيتنا في مدينة أخرى وهي حامل بعد سبع سنوات من الزواج واليوم هو يوم ولادتها وقد نزفت دماء كثيرة وفي الاتصال الأول أخبروني أن حالتها خطيرة وتحتاج إلى دم ولا يوجد من فصيلة دمها في المستشفى وخلال طريقي إلى الصيدلية لأقوم بإحضار الأنسلين دعوت الله عز وجل وتوسلت إليه وأنا أبكي كي ينجيها وينجي المولود القادم وفي الاتصال الثاني بعدما عدت بالأنسلين أخبروني أن ثلاثة أشخاص الغرباء من جمعية التبرع بالدم دخلوا فجأة ومعهم أكياس دم للتبرع للمستشفى من جميع الفصائل والحمد لله تم إنقاذ زوجتي وابني وهم الآن بصحة تامة والحمد لله قال الطبيب والدموع تنساب من عينيه الخير الذي فعلته مع هذه السيدة عاد إليك بالخير وبأسرع مما تتوقع وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة وقد أعطاها حديقة مهرا لها وكانت تحيى حياة سعيدة مع زوجها رفاعة وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أقبحهم منظرا فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة وحدثتها نفسها لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت يا رسول الله والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه فأنا أكره كما أكره الكفر فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فقال التميمة أرد عليه حديقته فقال رسول الله لزوجها إن المرأة لا تريدك فخذ الحديقة وطلقها فطلقها رفاعة وبعد أن أكملت عدتها تزينت حيث كانت تريد رجلا آخر لي تزوجها وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان جميل الوجه ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاعة في أشياء كثيرة ومن بينها متعة الفراش فكانت تذمه وتقول له أنت لست رجلا مثل الرجال فكان يضربها لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال لذلك ذهب التميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد وقالت لها إن زوجي يعاملني معاملة سيئة وقد اغتررت بجمال صورته إلا أنه يضربني وكان التميمة تلبس خمارا أخضر لون وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها انظر إلى يدي فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كانت تميمة تجلس على جنب فسأل رسول الله السيدة عائشة من هذه يا عائشة فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها ثم قالت وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها فلما أقبل زمت الزوجة رجولته فدافع الرجل عن نفسه وقال كذبت إنها ناشز تريد رفاعة وأنا عندي زوجة قبلها فقال له رسول الله هل هؤلاء أولادك فقال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لديه أولاد وهو قادر ثم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ثم أكمل قائلا لا والله أنت اشتقت إلى زوجك الأول فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحالي فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها ولا تكون ناشزاً بسبب وساوس في رأسها بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائماً يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم شاب جامعي مشتهد والده من الفقراء الأتقياء بالقرية وهو من يقوم بالأذان في المسجد وقد أحسن تربية ابنه وكان من أسباب تفوقه الدراسي أثناء دراسة الشاب بكلية الهندسة توصل إلى اختراع جهاز يحد من تلوث الجو بسبب عوادم السيارات وقام بتقديم الاختراع لأستاذه في الكلية فأثنى عليه ووعده بتقديم اختراع للمسؤولين بعد تجربته ومكافأته بمكافأة مالية كبيرة وإرساله إلى دولة أوروبية ليكمل دراسته هناك على نفقة الدولة ففرح الشاب وحمد الله كثيرا وبعد شهر فوجئ الشاب بأستاذه ينسب اختراعه لنفسه وعندما عاتبه الشاب غضب أستاذه وطرده من الكلية ومنعه من حضور امتحانات نهاية العام فدعا عليه الشاب وبسبب دعوته تعرض أستاذه لكثير من المصائب داخل أسرته ولأن الشاب لم يعلم بما أصاب أستاذه قرر الانتقام منه بكل الطرق وبالفعل بدأ الشاب بسرقة كومبيوتر أستاذه المحمول من داخل سيارته والذي يحتوي على أبحاثه ومحاضراته خلال عشر سنوات ثم اقتحم بيته من أجل سرقة كل ما غلى ثمنه وقل وزنه ولكنه وجد داخل البيت جليسة أطفال تحاول تهدئة طفلين قاعدين لا يستطيعان الحركة ووجد الطفلين يبكيان ويعرضان عليه مصروفهما حتى لا يؤذيهما فانسحب الشاب من البيت دون ارتكاب السرقة وفي اليوم التالي قام بسرقة كاميرا من سيارة زوجة أستاذه لكنه أعادها بعد أن أخبرته الزوجة بأنها مريضة بالسرطان وتقوم بأخذ صور لنفسها بهذه الكاميرا لطفليها حتى يتذكراها بعد مماتها وبعد أن أعاد الكاميرا عاد إلى بيته يبكي بسبب ما قام به وقص لوالده كل ما حدث عاتب الأب ابنه كثيرا على ما قام به انتقاما من أستاذه وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة وطلب منه أن يفوض أمره لله ويسرع ليعيد حقيبة أستاذه ويطلب منه السماح ذهب الشاب إلى بيت أستاذه واعتذر له وأعاد إليه حقيبته وفجأ أستاذه بزوجته وابنيه يرحبون بالشاب ويشكرونه على عدم إذائهم رغم قدرته على ذلك وبعدما علم أستاذه ما حدث اعتذر له ووعده بالعدول عن قراره ليتمكن من حضور امتحانات العام وقال له غدا سأعلن للجميع أنك صاحب الاختراع وأعدك بأنني لن أظلم أحدا بعد اليوم فقد شعرت بأن كل ما حدث لأسرتي كان بسبب ظلمي للآخرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فتاة من أسرة ثرية تعرفت في السنة الأخيرة لها بالجامعة على أحد المعيدين وأحبته حبا شديدا لأخلاقه الكريمة والتزامه بطاعة الله وعلمه الغزير وتمنت أن يكون زوجا لها ولم تسعها الدنيا عندما فاتحها هذا الشاب في آخر محاضرة لها بالجامعة بإعجابه بها وأنه يريد أن يتقدم لخطبتها لولا ظروفه المادية حيث أنه مسؤول عن والدته المريضة وفي بداية مشواره الوظيفي فشجعته على الحضور لأهلها وأنها ستقف بجانبه في كل الأمور فتشجع وتقدم لوالدي الفتاة لكنهما رفض طلبه لفقره فغادر البيت حزينة تسرعت الفتاة وخانها تفكيرها عندما كذبت على والديها وأخبرتهما أنها تزوجت هذا الشاب عرفيا كي تضعهما في الأمر الواقع مما جعل والدها يتصل بشقيقها ضابط الشرطة الذي يسكن بجانب عمله في مدينة أخرى وعندما علم الأخ غضب غضبا شديدا وطلب من رئيسه إجازة ليوم واحد بسبب ظروف عائلية طارئة وبعد الموافقة عاد الأخ وكان في نيته الانتقام من الشاب وأخته إلا أنه استخدم عقله وجلس مع أخته يتحدث معها بهدوء فأخبرته بأن هذا الشاب يمتاز بأخلاق عالية وله مستقبل باهر ثم بكت له لتستعطف قلبه ويقف بجانبها فابتسم لها وطلب منها رقم هاتفه ووعدها بأنه سيفعل كل ما يرضيها وهو يضمر في قلبه الانتقام من هذا الشاب اتصل الأخ بالشاب الذي رحب به ووافق على اللقاء به فطلب الأخ منه أن يأتي إليه في مقر عمله وبعيدا عن أسرته لتكون الجلسة هادية فوافق الشاب وأخبر أمه وصلى ركعتين شكرا لله وكذلك صلت أمه ودعت له بالتوفيق ذهب الشاب إلى مكتب الأخ الذي كان قد طلب من أحد أصدقائه أن يعتدي عليه بالضرب المبرح قبل الوصول لمكتبه ولكنه فوجئ بالشاب يأتي إليه سليما فاستقبله وهو في دهشة كبيرة ثم جاء صديقه وأخبره أنه نفذ طلبه حيث كان قد اعتد على شخص آخر فغضب الأخ من صديقه وبدأ حديثه مع الشاب طالبا منه عقد زواجه العرفي بأخته فأقسم له الشاب بأنه لم يتزوج أخته عرفيا لأن أخلاقه لا تسمح له بذلك فاتصل الأخ بأخته وأخبرته أنها اخترعت هذه الحيلة للضغط على والديها فابتسم الأخ وبدأ يتعاطف مع هذا الشاب الصادق وسأله ماذا فعلت حتى يرق لك قلبي وتنجو من مكيدة دبرتها لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فابتسم الأخ وبدأ يتعاطف مع هذا الشاب الصادق وسأله ماذا فعلت حتى يرق لك قلبي وتنجو من مكيدة دبرتها لك ابتسم الشاب وقال له لم أفعل شيئا ولكن أمي دائما تدعو لي بعد كل صلاة وقبل الخروج تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا استودع شيئا حفظه ثم ترفع يدها للسماء وتقول اللهم إني أستودعك ولدي لذلك حفظني الله من تدبيرك بكى الأخ وقال له كم كنت مخطئا وكم أنت راق بأخلاقك ودينك وعلمك ستكون زوجا لأختي وهذا شرف لنا وسوف أقنع كل العائلة بأنك شرف لهم جميعا وبالفعل تم الزواج وعاشت أمه معه وأحبتها زوجته حبا شديدا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون تزوج رجل صالح بزوجة صالحة كانا رغم فقرهما يراقبان الله في كل دقيقة ويعمل كل منهما على قدر استطاعته لإرضاء خالقهما ويدعوانه في كل لحظة وفي كل صلاة وفي كل سجدة أن يرضى عنهما بعد عام من الزواج رزق الزوجان بطفلة جميلة وبعد أربع سنوات رزق بطفل جميل أيضا وأثناء صلاة الأبي داخل المسجد توفي وهو ساجد وبعده بشهر قليلة توفيت الأم على مصلاها أيضا وتركت طفلتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام وطفلها الذي لم يكمل عامه الأول في رعاية الله وحده أخذ العم شقيق الوالد الطفلين ليشرف على تربيتهما ورعايتهما حيث أن الطفلين لم يكن لديهما قريب غيره ولكن زوجة العم لم تتحمل عبء الرعاية والتربية والمسؤولية وطلبت من زوجها الطلاق أو إبعاد أبناء أخيه عنها وعن أبنائها فوقف الزوج في حيرة من أمره ولم يستطع إقناع زوجته بالعدول عن طلبها ومع إصرارها قرر العم الإبقاء على زوجته والتخلص من أبناء أخيه ولخوفه من عتاب ولوم الناس له لتفريطه في أبناء أخيه إذا ما طردهم من بيته هداه تفكيره الشيطاني إلى حمل أطفال أخيه ومضعهما أحياء داخل مقبرة العائلة التي يرقد فيها جثمان أمهما وأبيهما ثم أغلق المقبرة عليهما ولكن القدرة الإلهية وعمل أخيه الصالح وزوجته جعلته لينتبه إلى فتحة صغيرة تركها في غفلة منه فكانت تلك الفجوة المتروكة سهوا هي الحياة للطفلين ومصدر الهواء والتنفس لهما ومضت أربعة أيام قبل أن يكتشف أحد أمرهما حتى قدمت جنازة في مقبرة مجاورة وبعد انتهاء مراسم الدفن سمع الناس أصوات أطفال يتحدثون ويلهون فظلوا يبحثون عن مصدر الصوت حتى وجدوا الطفلين في القبر فأخرجوهما وتولت الجهات المسؤولة العناية بهما ثم تم القبض على العم المجرم وسألوه عن سبب جريمته ولماذا لم يضعهما بملجأ للأيتام فلم يجب ثم سألوا الطفلة كيف عاشت مع أخيها أربعة أيام دون طعام أو شراب فتحدثت الطفلة بكلام يحرك القلوب ويسري في العروق ويجمد الدم حين قالت كانت هناك شجرة مثمرة من جميع أنواع الفاكهة وكنت أقطف منها حين أجوع ظل الحاضرون يرددون الشهادة والتسبيح لأوقات طويلة ويقولون هذه قدرة الرحمن ومعجزاته وعظمته بفضل تقوى الوالدين أرسل جنوده وملائكته إلى القبر لإنقاذ أرواح بريئة لا تعرف الشر وتقدمت أكثر من خمسين عائلة لأخذ هذين الطفلين للاعتناء بهما وتربياتهما أفضل تربية فقبل الحكم عليه بالسجن قام بتطليق زوجته وأخبر الجميع أنها من أشارت عليه بطرد أبناء أخيه فنبذها الجميع حتى أهلها ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام زوجة صالحة تتقي الله وتراقبه في كل أعمالها لم يرزقها الله بأطفال لمدة خمس سنوات وكانت خلال هذه السنوات صابرة راضية ودائما تدعو الله أن يرزقها بالأمناء وكلما حاول أحد مواساتها كانت تبتسم وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له ومع نهاية العام الخامس استجاب الله دعاءها وحملت ففرحت كثيرا وسجدت لله شكرا وفي الشهر الرابع من الحمل ذهبت مع زوجها إلى الطبيبة للإطمئنان على وضع الجنين لتفاجأ بالطبيبة تقول لها الجنين الذي تحملينه مشوه وهو أشبه بأخطبوط ويجب إسقاطه حفاظا على حياتك لأنه قد يشكل خطرا كبيرا عليك عند الولادة ذهب الزوجان إلى أكثر من طبيب وكانت النتيجة ذاتها ومع ذلك رفضت الزوجة إسقاط الجنين في حين أصر الزوج على ضرورة إسقاطه فلماذا ينتظر أشهرا لولادة طفل أخطبوط سيموت فورا وربما تموت الأم بسببه ولكن الزوجة استمرت بالرفض وقالت هذا ما ارتضاه الله لي وسوف أرضى به ولن أقتل ابني ومن رضي بقضاء الله أرضاه الله بجميل الأقدار قام الزوج بطرد زوجته إلى بيت أهلها فلم تغضب أو تندم وإنما تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ومنذ ذلك اليوم قررت الزوجة أن تقوم في الثلث الأخير من الليل للصلاة والدعاء لابنها أو ابنتها التي لم تولد بعد وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وبالرغم من التعب الذي كانت تعانيه من الحمل ومن قلة النوم كانت تتجه يوميا في الثلث الأخير من الليل إلى سجادتها في مصلاها وتسجد لله في خشوع وتسأله أن يرزقها ابنا أو ابنة بصحة جيدة وكانت ترح في دعائها وتبكي ولم تكل يوما خلال أشهر الحمل رغم أن جسدها أصبح منهكة والركوع والسجود أصبح في غاية الصعوبة ولكنها لم تتراجع أو تشكو ولو مرة واحدة إلى أنحان موعد الولادة وهنا حدثت المفاجأة فقد خرج الزوج من البيت في ذهول وأسرع إلى المستشفى لأن ما سمعه أفقده صوابه فقد اتصل به أهل زوجته وقالوا له تعال لترى أطفالك فالذي حدث أن ذلك الجنين المشوه الذي يشبه الأخطبوط لم يكن سوى أربعة أطفال بنتين وولدين ولكن تجمع في رحم الأم بطريقة جعلت الشكل كأنه جسم واحد بأطراف كثيرة وقد عجزت أجهزة التصوير الشعاعي عن اكتشاف ذلك وابتسمت الزوجة الصالحة التي استسلمت لقضاء الله ورضيت بما كتب فاستحقت أعطاءه وسامحت زوجها بعد أن اعتذر لها والدموع تملأ عينيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر